السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بازن الله معنا مشروع جديد المشروع دي على شبك في نفس الوقت فين عكسات بتجي لك على محفظتك. آآ عبارة عن رمز تاني. الرمز رمز دوت. طبعا كلنا عارفين الرمز وعارفين سعر الرمز. آآ بالنسبة للمشروع طبعا لسه فلو حابب ان انت تستثمر في المشروع هتكون دي فرصة او هيكون الوقت المناسب ليك. طبعا هنشوف مع بعضينا التويتر الخاص بيهم معدد الهولدر هنشوف كل حاجة مع بعضينا. ده بالنسبة بتاعهم لو فتحنا كل حاجة مع بعضينا. او فتحنا السعر وشوفنا السعر بتاع الشرط. بحيس ان انت لو حابب ان انت تستثمر تعرف كل حاجة قبل الاستثمار. طبعا عندي ده بالنسبة الخاص بيهم. اعتبر عندي عدد الهولدر آآ الفين تسعمية تسعة وتسعين. بالنسبة للترانزاكش انا عندي تقريبا حوالي تمنتاشر الف تلتمية سبعة وتلاتين. عندي كل حاجة مزبوطة هنا على الادرس. لو بسيط كده هتلاقي فيه اول ادرس اللي هو بتاع يعني ما فيش اي حاجة اسمها رج. طبعا مقفولة بنسبة مية في المية. عندي النسبة اللي هي المقفولة طبعا حوالي عشرة في المية. ده بالنسبة الادرس بتاع بانكينج سواب. هنشوف مع بعضينا السعر وهنشوف الشرط بالنسبة للسعر. طبعا عندي ده زي ما انتم شايفين ده الكنتراكت. انا فتح الشرط هنا. اه ده بالنسبة للشرط. لو جبنا مثلا بتاع اه اتناشر هاور هنشوف الشرط مع بعضينا. كل حاجة اريد بينا زي ما انتم شايفين. دي اه زي ما انتم شايفين مباعات ومشتريات تمت من على المنصة. عندي الماركت كاب حوالي امتين وتلاتة الف دولار. بالنسبة للكودة اللي مقفولة اه اتنين وتلاتين بي. ده التويتر الخاص بيهم بالنسبة للعدل او بالنسبة للعدل المتابعين. عندي حوالي اه ستمية تمانية وعشرين. ده اللوجو الخاص بيهم. اخر التحديثات طبعا موجودة على التويتر بالنسبة لكل التحديثات الخاصة بالمشروع. لو بصيت عندي هنا هتلاقي برضو عند التليجرام الخاص بيهم. اه لو فتحنا او دوسنا على التليجرام. هنجيب التليجرام مع بعضينا. عندي هنا هتو ضايل او حابب ان انت تشتري. بالنسبة للرود ماب او التوكن كل حاجة او ريدي موجودة. ده هيحاولك على تويتر دايرك. بتاعت المشروع طبعا هنشوفها مع بعضينا على الوبصايد. بحيث ان انت تشوف. ده بالنسبة للصابلاي. عندي خمسة في المية اه في الوولت او بير والت. التكست بتاع الباي او الاسكالبينج او بنسبة لانزلاق السعر يتراوح من بين عشرين الى اتناشر في المية. بتستلم عملة اوتوماتيك على محفظتك. بتستلم سبعة في المية. عندي اتنين في المية بتروح لليكوديتي بول. عندي واحد في المية بيروح للماركتينج. ده بالنسبة التكست بتاع الباي. لو بسطل التكست بتاع السلة ده عندي في سبعة في المية بتروح لي على المستثمرين. في اتنين في المية بروح�로. وعندي واحد في المية اخر بيروح للماركتينج جولد. الماركتينج جولد طبعا انكم كلنا عارفين ان هو بيستخدم آآ في التسويق في الطويتر في المؤسرين في بعض الحاجات دي بحيث ان يكون فيه اظهار في السعر ما يكونش فيه ايهبوت. عندي بيرن طبعا حوالي خمسة في المية ده ماكس اللي بيتحلم من التوتر سابلاي. لو بس تعرض ما بعندي هنا هتلاقي بالفعل تم. عندي بعض الميديا او بعض الحاجات الخاصة بالنسبة للماركتنج. اه عندي سواب اريدي زي ما انتم شايفين وهنفتح مع بعضينا ونشوفها بالفعل اه موجودة بحيث ان انت تشوف كل حاجة. هناخد الكونتراكت ادرس ونعمل مع بعضينا اه اختبار بحيث ان احنا لو حابين نشتري. طبعا كل حاجة موجودة هنا عشان تبقى شايف. هنا طبعا انا عملت فالمفروض ان انا كده ادوست اه تأكيد او عملت المحفظة باجي هنا وبحط اي كمية انا حابب اشتريها وليكن خمسة طبعا هتنتظر دقيقة هتظهر على اه محفظتي العدد اول كمية هنا بحيث ان انا اكون قادر على الشراء بخلي زي ما احنا قلنا اقول يكن اتناشر في المية بحيث ان انا اكون قادر على الشراء بدون اي معاملات طبعا لو رجعت الخاص بهم ولاقوا كل حاجة موجودة. عندي بعض الماركتنج او يكون نجيكو بالفعل اه عندي ماركتنج 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 اه بالفعل عدد الهولدر اه تم تقريبا حوالي اه الفين تسعمائة تسعة وتسعين ما يتراح بيني تلات تلاف هولدر. هنا لو بصيت بالنسبة للماركتنج طبعا بعض الحاجات الخاصة بالنسبة لن بيخططوا انه يكون في خاص للمشروع بحيث ان انت تستخدم الرمز بتاعك قابل للشراء ايه يكون قابل او قابل للتخصيص. اه بيخططوا بحيث ان يكون فيه تبادل خاص بالمشروع. كل حاجة موجودة هيكون فيه خلاص بتاع اه بتاعهم او بمعنى صح اللعبة الخاصة بيهم. طبعا في بعض التحديثات الخاصة بيهم. عندينها طبعا كلنا عارفين ان احنا بنستخدم محفظة او محفظة في نفس الوقت بتحتاج ان انت تاود الكونتراكت بحيث ان انت تعمل شرح عليه او تاخد الكونتراكت بتحتاج ان انت يكون معك على شبكة على محفظتك. المشروع لسه لجت ومازال لجت. فلو حابب تشتري دي حريتك الشخصية. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.